نذهب مع حضراتكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أول مدينة ذكية في مصر بسبب بنيتها التحتية ويتوفر بها العديد من الفرص الاستثمارية والمباني والأبراج الشاهقة للمزيد حول الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة ينضم إلينا محمد أبو عيطا مرسل إكسترانيوز محمد برحب بك من جديد نانسي تحياتي أرثري هو أول حي سكني هنا يتم تنفيذه والانتهاء منه بشكل كامل وتشتيب واجهاته وأيضا إكمال مرافقه وخدماته بشكل كامل لتقترب نسبة الإنشاء والتنفيذ بشكل عام من نسبة المئة بالمئة هذه صورة على الهواء مباشرة ترينا الأوضاع هنا في هذا الحي هذا الحي يمتد على مسافة ألف فدان تقريبا ويحوي بين جانباته عديد من الخدمات وأيضا المنشآت الخدمية الكبرى ومن أهمها طبعا المدينة الرياضية هنا في العاصمة الإدارية هذا الحي يتكون ويحوي أكثر من 24 ألف وحدة سكنية مساحة الوحدة تتنوع ما بين 100 متر و180 مترا مربعا وهناك طبعا كما تشاهدين يعني واجهات مختلفة الألوان تزهو هنا في هذه الوجهة المواجهة لحي المال والأعمال وطبعا أنشأت هذه الوجهات بشكل عام على الطراز المعماري المدرن أو الحديث هناك أيضا في داخل هذا الحي الذي يحوي على ثمان مجاورات سكنية هناك ست مجاورات مخصصة للعمائر السكنية كما نراها الآن وهناك أيضا مجاورتين أخريتين وهما للفلات والسكن الأكثر رفاهية أو الأكثر سعرا طرحت وزارة الإسكان خلال الفترات الماضية نانسي عديدا من الطرحين على وجه الخاص لبيع عدد من الوحدات السكنية وبالفعل نفذت بمجرد الطرح نفذت كل الوحدات السكنية التي طرحت وبيعت بشكل كامل فيما قال أيضا رئيس مجلس إدارة شركة العصامة الإدارية في خلال تصريحات قبل عدة أيام بأنه أيضا تم تخصيص حوالي ثلاثة ألاف وحدة سكنية هنا في هذا الحي أرثري ليستقبل أيضا العاملين في الحي الحكومي هنا والعملين الذين سينتقلون ضمن أعضاء الجهاز الإداري للدولة اللي يبشروا أعمالهم هنا من العصامة الإدارية بمجرد افتتاحها ليصبح بذلك هذا الحي إلى جانب أيضا الحي المخصص لإسكان العاملين في مدينة بدر وآخر أيضا يعني هنا في العصامة الإدارية ليصبح بذلك كل هذه المقرات جاهزة بشكل كامل لاستيعاب الموظفين الذين سينتقلون إلى هنا وطبعا تعلمين بأنه الحي السكني أرثري هناك أيضا عدة أحياء أخرى إجمالية الأحياء السكنية التي ستضمها العصامة الإدارية حوالي عشرين حيا سكنيا طبعا عدد هائد وكبير هذا الحي وحده يعني يستوعب ما بين 90 إلى 95 ألف مواطن بمجرد افتتاح العصامة وبمجرد تشغيله هناك أيضا عديد من الأحياء السكنية الأخرى التي يتم تنفذها في الجوار إلى هنا هناك أيضا الحي أر فايف التي تسير عمال الإنشاء بها على قدم وساق خلال هذه الفترات طبعا بهذا الحي السكني وإلى ما يجوره من كل هذه الأحياء سواء كانت تجارية أو إدارية أو أحياء مال وأعمال أو مناطق خدمية أو مناطق ترفيهية ومناطق تحوي يعني أثار كمدينة الثقافة والعلوم تكون بذلك العصامة الإدارية نانسي مدينة زكية من مدن الجيل الرابع كما تفضلت وذكرت في المقدمة تحتوي على كافة الخدمات وطبعا تكفي كل من يعيش بها على مدار الساعة في كافة متطلباته سواء للعمل أو للترفيه أو للسكن نانسي نعم محمد أنا بشكرك أيضا شكرا جزيلا على كل التفاصيل التي تتفضل واتفضلت بها بالفعل محمد أبو عيت مرسل إكسترانيوز كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة شكرا جزيلا لك محمد أبو عيت مرسل إكسترانيوز كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة